السلام عليكم حياكم الله في حلقة جديدة من 3 seconds معانا عليتو هذه المرة حياك الله بعد نهائي بطولة المربع الذهبي خانقول بطولة قبل أخيرا لنباقي بطولة 3x3 راح تلعب لأسبوع القادم وفي النهائي طبعا تذكير إنه لعب نص نهائي ولعب نهائي بطولة مربع كانت في الرياض وصل للبارة النهائية الهلال مع الاتحاد قبل البارة النهائية لعبة مبارات الثالث والرابع لتحليل مركز الثالث اللي كانت بين الأهلي والنصر وانتصر فيها الأهلي في النهائي قدر نادي الهلال ينتصر من جديد على نادي الاتحاد بنتيجة 77-68 بعد شوط إضافي امتدت البرالي شوط إضافي وانتصر الهلال وجمع بين الدوري الكاس والآن المربع الذهبي علي لو ما شفت المباراة وأقول لك ترى في نهائي لعب بالاتحاد والهلال ولاعب الهلال له أفضل محترف في الدوري بجائزة اللي فاز فيها في الدوري أنطوان سكوت سجل فقط أربع نقاط في 42 دقيقة وصفر من 6 فيلد جول بتقول لي أوه كم فاز الاتحاد كيف إيش اللي صار أكيد لما تشوف مو بس أرقام أطوان سكوت أنت لما تتكلم يعني فيه أمور كثيرة تطلع في الهلال كل الأرقام اللي تشوفه قدما تقول حاليا أساس فاز الهلال يعني تشوف أطوان سكوت مسجل أربع نقاط زي ما قلت صفر فيلد جول ولا سلة سجى طول المبارا المحترف الثاني والتر ويليامز صفر نقطة البنش صفر نقطة المحترف الثالث أكثر واحد قامنا الفريق لا خمسة عشر نقطة ستمة خمسة عجل من اللي يوقفنا الهلال هذا اللي نسأل نفسنا دائما إذا كل هذه الأسماء اللي نشوفها تعتبر قدما مباراة سيئة في أي مقسرة بس أجي يقول لك لا والله ترى جعفر الهلال رجع من تأخره 11 نقطة في الربع الأخير وصلت إضافي وفاز هذا اللي يسموه الفريق اللي مهما تأخر في النقاط عنده شخصية وثقة إنه قادر يرجع لأنه قدر يرجع مره مرتين وثلاث وعنده الإيمان الكافي إنه يقدر يحق البطولة شوف من اللي يبدا عندنا مسامل برقاوي 21 نقطة ناصر العبسي حط لي أربع ثلاثيات في وقت مهم عمد السويلم دائما 17 نقطة عندك ثلاثة لاعبين سعوديين جايبين الأكثر ثلاثة تسجيل نقاط أكثر من الأجانب يعني هذا الفريق المتكامل يعني أنت عندك تحتاج لاعب يكون عنده توفيق عشان تفوز لاعب واحد أحيانا وبقية اللاعبين الموهبة موجودة حتى ما كان فيه توفيق الموهبة موجودة يقدر يفوزوك لا في الهلال الوضع مختلف تماما ما كان أحد متوفق ما فيه أحد اللي فيه القول حقه فوق الخمسين بس كانوا عندهم ثقة كانوا مهما تخرجنا في النتيجة في النتيجة عندهم إيمان داخل أنفسهم وفي مدربهم إنهم قادرين على العودة وهذا يرجعهم للفوز يعني أعتقد حتى مع كلامي مع مدرب الهلال قاعد يقول إنه هذا الشي اللي كان شغال عليه من أول ما جاء إلى نادي الهلال إلى موضوع عدم الاستسلام وزرع ثقافة إنه مهما كانت النتيجة نرجع أنا بقول حدثين صاروا في المباراة كنت أحسهم مفصلية الأربع نقاط اللي سجلهم الهلال في نهاية الشوط الأول تقريب نهاية الشوط الأول مع نهاية الربع الثاني ثمان ثواني تقريبا نسجل أربع نقاط قلصت الفارق قلت أنا هنا أوه خلاص هذه عودة لها مع ذلك الاتحاد قدر يزيد الفارق ظل الفارق في يمكن أربع دقائق في الربع الأخير إلى تسع نقاط بعدين صعد إلى 11 ومن بعدها بدأت الرن حق الهلال هذا الوقت اللي كان فيه الفارق تسع نقاط والاتحاد ما هو قادر يزيد النتيجة قاعدين الهلال يضيع والاتحاد ما هو قادر يسجل والهلال يضيع والاتحاد ما هو قادر يسجل قاعد يقول الاتحاد قاعد يعطي الهلال فرصة الاتحاد قاعد يعطي الهلال فرصة هذا الفريق اللي متمرس وجاب الدوري والكاس ما تقدر تعطيه هذه الفرصة الآن الاتحاد لعب بأسلوب يعني عشان نقول أنطوانسكات ورغم الدبل تيم ونجحوا فيه في فترات كثيرة جدا في المباراة دبل تيم وفل بروس يعني من بداية الملعب على أنطوانسكات وقدروا ينجحوا في هذا الشيء واللي فرق زي ما قلت في الثلاثيات ترى البرقاوي يعني 2 من 8 و 4 من 14 اللعبسي ما كانوا متفكين بس في الوقت الحاسم سجلوا ثلاثياتهم في الوقت المهم سجلوا هذه الثلاثيات الدفاع السويليم كان ممتاز من محمد حسن بس اللي أشوفه فرق الاتحاد ما قرر يسجل في فترات ما عنا جت لفرص يعني مثلنا ثلاثية كانت حلوة بعدها من نفس المكان ايربول عدم الاستمرارية في هذا الشيء وضيعوا كور وأكثر من مرة أكثر من هجمة في ربع الأخير المخالفة الـ 24 ثانية في كان يعني اتكالية في بعض اللقطات من الاتحاد أحسنا ضيعت المباراة لأن أنا مع المجهول اللي قام بالهلال بس حسيت المباراة كانت عند الاتحاد هو ضيحها وصلنا إلى درجة ونحن تابع المباريات يعني من كثر اللي شفناه طول الموسم يعني كل واحد فينا تابع المباراة اعتقد وكانوا تابع الموسم لما شاف الفارق يعني بهذا الحجم في الربع الأخير ما كان فينا أحد يقول لا وضع المباراة انتهت خلاص الهلال خسر البطولة الوحيدة اللي ما بيجي بهذا الموسم كنا كان عندنا داخلنا إيمان أنه ممكن جداً الهلال يرجع أنه ممكن جداً خصمة يعني يسهي في هذه الدقائق الاتحاد ما قدر أقول خسر نفس المباراة ولكن جت فرصة نفس المباراة ولو سجل حتى هذه الفرص الهلال عنده إصرار عجيب وعنده ثقة عجيبة في أنفسهم إنه مهما تأخروا كل اللي في الصالة مؤمنين إنهم قادرين يرجعون من رئيس النادي إلى أصغر مشجع في الصالة إن المدرب لللاعبين المشاهدين خلف التلفاز الكل عارف إنه هو فين طريق ممكن يرجع ويقلب النتيجة بس لما طلعنا على الاتحاد وهذا كم مرة تكلمنا في هذا الشيء مثنى ممتاز مميز ولكن تدبذب المستوى عند مثنى محمد حسن قدم مستوى دفاعي مميز جدا بس هجوميا ما كان الشيء الخارق أو الشيء الممتاز جدا يعني أوكي مسجل 22 بس من 27 تسديدة من 27 تسديدة واحد من 11 ثلاثيات وبعضها يعني تحس إنه أوه الهجمة 20 ثانية درب المدري كده يلا أوه توهقنا أوه يش نسوي أوه شو الثلاثية مع أنا أقول لك إن المدرب الاتحاد عبد الرحيم القدم يعني دقائق مميزة جدا بالسيطرة على خطورة الهلال في كثير من الأوقات في وسط يعني بطريقة الدفاع والهلال كان يلقع يضيع ثلاثيات بس انهيار أنا أشوف انهيار صار في آخر خمس دقائق وأنا وأنت أعتقد إنه وصلت إضافي إنه خلاص المومنتم كله مع الهلال ومفروض الهلال هو اللي راح يفوز في المباراة بس انت تشوف إنه اللي صار في الاتحاد هذا يعني هل بسبب أوه قاعد اعتماد على بعض اللاعبين أو تأخر في طلب تايموتو أو أشياء زي كده من المدرب أنا شوف المدرب ما غلط فيه ولا حاجة أتوقع النجوم الفريق أنفسهم هم سبب الخسارة كنجم الفريق في اللحظات اللي أنا أحتاجه كنت كنجم لما كل الفريق مقاعد يقدم هنا تحتاج النجم اللي عالتا يكون أجنبي الفريق على القدر الكاف المسؤولية وإذا ما كان موجود يجيك النجم المحلي في الفريق ولكن المدرب أدى كل اللي عليه وزيادة حقيقة منه يعني فيه وقت قصير مسك فيه الاتحاد الكابتن عبد الرحيم لان حقيقة غير الفريق وأبدع كبير الفريق كان عنده لياقة مختلفة الفريق كله يجري طول الوقت ولكن عدم توفيق و يعني إحساس بالمسؤولية في آخر الوقت ما كان بحجم الإحساس المسؤولية عند الهلال من من كل اللاعب الفريق أنك مقدم 11 نقطة تحتاج هدوء تركيز تسجل على الأقل الفرص السهلة الرميات الحرة ولكن هذا الشيء ما صار هذا مجد مو من المدرب الرميات الحرة يا أخ الرميات الحرة أنا موضوع الرميات الحرة دائما نرفزني والثلاثيات في المباراة يعني التسديد كان 930 للهلال و730 للاتحاد يعني يصير لأن أوكي أقدر الدفاع اللي كان كويس تحت السلة وفي خوف الدخول سواء إذا في محمد حسن قاعد يدافع أو إذا كان في سويل قاعد يدافع أنا أتفاهم هذا شيء وفنا بلوكات في المباراة بس أحيانا تشوف أنه يوصل لاختراق ويطلع سلة بحطها اللاعب وبسبب الخوف أن اللاعب أوه يمكن يصيدني يمكن يبلكني يحطها بطريقة عن جهية شوي والفريقين ضيعوا كده كرات يعني في حتى انفراد للهلال وبعدين تكمل يعني بس ضيع اللياب العاري بعدين يتكمل وهذا شيء صراحة أنا رفزني وحنا من أشياء للأشياء في المباراة يعني حتى من الجمهور المطالبات بأن أسامة البرقاوي يضل مع الفريق لأننا أعتقد أنها عقدة يخلص ومطالبات يعني احنا ما نفصل في اللاعبين لأننا في حلقات قادمة منفصل في هذه الأشياء بس البرقاوي بعد هذا المستوى أعتقد أنه يعني ما أبالغ لو يقولك النجمة المباراة أنه صعبا مفروض أن يطلع من الهلال أو أن الهلال يحاول حتى غير من تشكيلة الفريق بعد ما جاب هذه البطولات نعم أسامة يعني يعني بالخصوص يعني غير أن هجوميا يكون مفيد جدا لحامل الكرة لأنه يعرف متى يعمل كات من الزاوية يعرف وين يوقف يفخر نفسه فاضي جسمانيا من أقوى اللاعبين المحليين دفاع حقيقة لا يصدق يعني أنت شوف آخر هجمة في المباراة قبل الوقت الإضافي والكرة عد لاعب الاتحاد من اللي كان يدافع عليه أسامة معروف أنت في آخر هجمة دفاعية المدرب يعتمد على أسامة وهذا طبعا أنت الحين الهلال كفريق عندك هذا الفريق المتكامل كل اللي عليك كإدارة تحافظ على اللاعبين أنا عارف شي مسهل عارف في منافسة باقي الأندية ولكن أنت مهمتك أسهل من غيرك اللي حاول يجيب لاعبيك أنت كل المهمة اللي عندك وهذا مهم جدا أنك تحافظ على هذا الفريق لأن جاب رباعية كل البطولات وطبعا علي شفنا أن في لفتات جميلة تكررت في اتحاد سعود لكرة السلة اللي صار من تكريم سواء لاعبين أو إداريين أو أعظام إدارة سابقين يعني في أحد أعظام إدارة اللي صلى 24 ساعة ما هو موجود في ساحة السلة اللي كان هو رئيس من 90 إلى 2000 وكان نائب الرئيس من متأسس للاتحاد في أحد الأشخاص اللي كان مؤسس كرة السلة الله يرحمه توفى وتم تكريم عائلته وكانوا موجود ومبسوطين ولو تشوف الفرحة شي جميل جدا صراحة اللي قاعد يسوي التحادث سلة بالتكريم كأنه قاعد يصنع ترى هالو فريم وقاعة مشاهير وهذا والآن حسب ما أعرف أنه في الموقع الرسمي الآن بهذا الأسماء كلها بصير موجودة وعلى سنة الجاية في كراتيريا أو في قواعد أنه كيف الناس اللي تدخل في هذه القائمة شي جميل وهذا يعطي حتى اللاعبين الحاليين والأعضاء الحاليين أنه ترى ما ننسى شغلكم يعني اللي تسووا اليوم راح يظل في الذاكرة في الاتحارات القادمة إن شاء الله هذي فكر ينحط في الاتحارات السلة مو اتحار السلة هذا بس هذا فكر يمشي عليه اتحار السلة مهما كانوا أعضاء إلى السنين القادمة لأن الوفاة شي جميل بلا شك والتقدير شي أجمل أكيد إلى نادي الهلال تحقيق البطولة المربع وبقية البطولات وأيضا هارد لك الاتحار وبقية الفرق اللي ما حالف الحظ في هذه المرة أعطيك العافية علي أعطيكم العافية ومشاهديننا نشوفكم بإذن الله في الحلقة القادمة حي الله سلام